شهر الله المحرم شهر الله المحرم هو أول شهور العام الهجري وقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر الصديق وأول خلافة عمر كانوا يؤرخون بالتأريف القمري ويؤرخون بالأحداث كعامل فيه المثلا ونحو ذلك ثم لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبحت ترد إليه كتب لا يدري في أي عام تأتي مثلا مؤرخة في شهر شعبان ولا يدري هل هو شعبان هذا العام أو شعبان من عام سابق عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم في وضع تأريخ للمسلمين وتشاور الصحابة في ذلك واتفقوا جميعا على أهمية وضع تأريخ للمسلمين واختلفوا في بداية هذا التاريخ من أين يبدأ فقال بعضهم يبدأ من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم يبدأ من أحداث سموها ورأى أكابر الصحابة أن أعظم حدث في السيرة النبوية أنه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لأنه بهذه الهجرة تكونت الدولة الإسلامية في المدينة وأصبح للمسلمين قوة انطلقت منها رسالة الإسلام ونور الإسلام فاتفق الصحابة بعد التشاور على أن يجعلوا بداية التاريخ القمري أن يجعلوا بدايته هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأصبح التاريخ الهجري ولذلك قال الهجري نسبة إلى الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أي أن سنة الهجرة تعتبر سنة رقم واحد توفي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة حجة الوداع في السنة العاشرة فتح مكة في السنة الثامنة وهكذا فإذن كانت بداية التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الاختيار من الصحابة اختيارا موفقا إن الهجرة هي من أعظم أحداث السيرة ولذلك اتفق الصحابة على أن تكون بداية تاريخ المسلمين منها ثم بعد ذلك تشاور الصحابة من أين يبدأ العام فقال بعضهم يبدأ من رمضان وقال بعضهم يبدأ من ذي الحجة ثم إن الصحابة اتفقوا فيما بعد على أن يجعلوا بداية العام الحجري من شهر محرم لأنهم رأوا أن شهر ذي الحجة يكون فيه الحج الذي هو خامس أركان الإسلام هو الركن الأخير من أركان الإسلام كان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقام الصلاة وإيتاء وذكر الصوم ورمضان وحجوا بيت الله الحرم فرأوا أن الحجة هو الركن الخامس من أركان الإسلام ويكون في شهر ذي الحجة فالأنسب أن يكون شهر ذي الحجة هو الشهر الأخير في العام الهجري فجعلوا شهر ذي الحجة وهو الشهر الأخير الشهر الثاني عشر وجعلوا شهر محرم وبداية العام الحجري